اهلا بكم معانا وهنتكلم دلوقتي عن موضوع مهم قوي اللي هو السيستيميك لوباس ريثروماتوزيز دائما هنشوف دلوقتي السيستيميك لوباس كديفينيشن دي عبارة عن انفلاماتري اوتو اميون دي سوردر يعني هي واحدة من الاوتو اميون دي سوردر اللي احنا بناخدها في الروماتوروجي او كولوجين دي سيزيزيز ودي بتأفكت ايه ملتيبل اورجنز يعني ما قدرش يقولي الناس سبيسيفيك بس للايه للجوينز او المفاصل زي ما شفنا في الروماتويد ارثرايتس كانت مور سبيسيفيك يعني اساسا هي اسمها ارثرايتس لكن في السيستيميك لوباس ريثروماتوزيز بتبقى ملتيبل ايه اورجن افكشن على مستوى البودي كله لان مشهور معها زي ما نشوف اوتو اميون انتيبودز انتي دي اني انتيبودز ما بترحمش اي خلية وممكن تعمل ارثرايتس معها ولكن هي ملتي سيستيم وملتيبل اورجن افكشن دي اهم صفة ايه لها يبقى دي انفلاماتوري ايه اوتو اميون ديس او در كاركترايز دي باي ملتيبل ايه اورجن ايه افكشن لديفرانت ايه اورجنز في البودي سيستيمز طب لو انا هبدأ ابص على الاتيولوجي بتاع هذا المرض اللي هي الانفلاماتري اوتو اميون ديس اوردر دي اللي ماسكه كذا سيستيم ايه اسباب اللوباس او ايه الاتيولوجي بتاع هو كمعظم الاوتو اميون او الكولوجين ديس اوردرز او في الروماتولوجي بتبقى انون محدش فاهم ايه اللي بيجنن الايه الاميون سيستيم هاو ايفر في هذا المرض او في السيستيميك لوباس ريثروماتوزز في مجموعة ايتيولوجيكال فاكتورز ممكن تبقى لها رول دي ممكن ما يتريجر الايه الاوتو اميون ري اكشن حاجات تحصل تتريجر وايه وتجنن الايه الاوتو اميون ري اكشن ايه انه يحصل زي ايه مثلا زي السيكس هرمونز مثلا الاستروجين عشاء مشهور قوي ايه بتجي في فيميلز تيبيكالي في الفيميلز فقد يكون ده له علاقة بالاستروجين في ناس قالوا الالترا فيلي تريز كان ده ان ريليشن للملاحظة ان لما بيتعرضوا الالترا فيلي تريز دي بتعتبر فاكتور اني يجي لهم الاتاكس في ناس بيقولوا ان هي بتينديوس داميش معين في الدي ايه وبتينهانس الاميون كومبليكس انها تبدأ تتجنن فده فاكتور تاني ممكن دراجز تكونتريبيوت للوباس حاجة اسمها دراج انديوز لوباس دي بنلاقيها مع الاي اي 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 اتش والهايدرازين والبروكينمايد وبروكينمايد الاي اي اي اتش مشهور كانتيبيوتك اه اه هيدرالازين والبروكينمايد ايه برضو من الادوية اللى اللى ممكن تعمل سيستيمك competent الحتة المهمة بالنسبة للوباس في المجموعة الدراجز اللي انا قلتها دي اللي هي مشهور معها حاجة اسمها دراج انديوزد لوباس دي بتبقى معها تيبيكالي انتي هستون انتي بودس يبقى انا عندي في السيستيميك لوباس هناخد انواع انتي بودس كتيرة قوي ولكن لما تبقى دراج انديوزد اللي هي بتكلم عنها دراج انديوزد لوباس تيبيكالي بيبقى معها نحفظ انتي هستون انتي بودس زي البروكيدامايد هرادرالزين والاي ان اتش من الحاجات المشهورة مع اللوباس يبقى انا عندي السيستيميك لوباس كمرض ده زي ما شفنا انفلاماتري اوتو اميون ديس اوردرز كاتيولوجيكال فاكتورز محدش فاهم ليه بس في حاجات بتريجر الموضوع زي السيكس هرمونز والالترافايلت رايز وبعض اللي ايه الدراجز الدراجز منها اي ان اتش وهيدرالزين زي التلاتة اللي تحت دول والاي البروكيدامايد ومن الحاجات اللي ايه المشهورة معاها طبعا الدراج انديوزد قولنا انتي هستون انتي بودس دي جزء من الهستون بروتينز جوه النيوكلياس بتاعة السيل نفسها في حاجة اسمها هستونز وانتي هستونز فدي انتي هستون انتي بودس بتتكون ضد النيوكلياي بتاعة الخلايا وبتبقى انديوزد بالدراجز هنا في الحالة دي الاهم من كده بقى ندخل بقى على الاعراض يعني احنا شفنا دي انفلاماتري اميون ديس اوردر اسبابها مش واضحة في ناس بيقولوا الاستروجين ناس بيقولوا ناس بيقولوا دراجز ممكن ترسبها طب اعراض السيستيمي كلوبس ايه هو شوفوا السيستيمي كلوبس دي مالتي سيستيم ديزيز افكشن يعني ماياش فقط ارثريتز زي الروماتود ارثريتز لكن مايمنعش فيها ايه كل حاجة انكلودين شوية ارثريتز برضو فهي مالتي سيستيم يعني من البداية كده تبص تلاقي العيانة عندها ايه ممكن يجي لهم ممكن يجي لهم ممكن يجي لهم زي نيرولوجيكال سايكاتريك مانيفيستيشنز تحصل لها تبدأ تتجنن ويبدأ يحصل سايكاتريك مانيفيستيشنز الشعر الجميل ده بتاع الرسمة دي هيبدأ يقع يجي لها ايه الوبيشيا ايه ايه اشهر حاجة في اللوبس الحقيقة السكين من في منطقة معينة اللي هي البتر فلاي اريا ايه ايه اوف دا سكين هنا هوت ها دي كاركتريستيك اوي ايه للوبس لما نلاقيها ها الى حد ما كاركتريستيك لها في انك تلاقي سكين راش في البتر فلاي اريا ممكن يلاقي جينرالايز لينفا دينوبسي كبارت من الاوتو ايميون ديس اولدرز الهارت يلاقي بريكاردايتس مايوكاردايتس واندوكاردايتس يعني بتعمل بان كاردايتس ما هي ما بترحمش زي ما قلتلك وهي اللوبس دي تاخد اي خلية فممكن من الجينرال ايميون ري اكشن تلاقي فيفر زي ما شوفنا تلاقي البرين افكتد بنيورو سايكاتريك مانيفستيشنز تلاقي الوبيشيا بتحصل للعيانة سكين بيجمينتيشن في البتر فلاي اريا ويجنرالايز لينفا دينوبسي وممكن كرياكشن لسبلين كمان يكبر ويحصل سبلينوميجالي الهارت ما بيترحمش يحصل بان كاردايتس في كل تشي بريكاردايتس مايوكاردايتس اندوكاردايتس لو ضرب المايوكاردايا بمايوكاردايتس مايوكاردايتس سوري ممكن يحصل هارت فيلير للعيانة وتدخل منك في هارت فيلير في حاجتين برضو كبار قوي اللونج او ريسبراطي سيستم وانا مخلي الكبيرة ايه للاخر بصراحة اللي هي ايه الكيدني لان مشهور الكيدني افكشن فيها اللونج زيها زي برضو الروماتويد ممكن تعمل بلوريزي وبلورار افيوجن كاميون ايه دامج ايه في اللونج او ري اكشن ولكن الكيدني هنا هو تعتبر من اهم الحاجات في اللوبس عشان كده انا رسمها ايه بالاحمر و ايه مكبرها هنا هو في الرسمة على اساس انه ممكن يحصل اجلوموريولوباتيس بانواعها اكيوت جولوميرو نيفريتس نيفروتيك سندروم كدامج كرونيك جولوميرو نيفريتس وتنتهي برينا الفيلير فمن الحاجات المهمة اوي اوي في السيستيميك لوباس إليس روماتوزيس تأثر الكيدني بها وممكن تعمل ايه اكيوت جولوميرو نيفريتس ونيفروتيك سندروم كرونيك جولوميرو نيفريتس وفي آلتيمت ليرينا الدامج ولا ينسى في اي موضوع روماتولوجي وكل جنزيز ارثرالجيا is very common في الحالة دي تيبيكالي ما تبقاش ارثرايتس بتبقى ارثرالجيا بس وانا رسمها هنا قوت ها عشان نفتكيرها ناحية الرجبة كده ارثرالجيا ممكن تحصل معاها فاسكيلايتس برضو ايه ما يمنعش انفلاميشن في البلوت بيس يعني الحقيقة المرض ما بيعتقش من برولونجة فيفر فوق اهو لعندي السي ان اس وسايكاتريك ايه ترابلز نيرو سايكاتريك الوبيشيا ويعينة تفقد الهير بتاعها اليميل ده سكين بيجمينتيشن في البترفلاي ايريا جنرالايز ليمفادينوباسي وممكن ايه سبلين وميجالي ايه كمان اهي والهارت افكتد ممكن بيريكاردايتس مايوكاردايتس اندوكاردايتس تحصل فيه اللونج بيحصل بلوريزي وبلورار افيوجن والرئة او الكيدني يحصل ايه اكيوت جولوميرونيفرايتس ونفروتيك سندروم وارثرالجيا ما تتنساش ها وممكن ايه فاسكيلوباثي اه الحقيقة المرض ده ممكن يحصل معاها هيبركواجيولابيلتي وتنتاج زي ما احنا شايفين في كده ايه بنوع من الثرومبوزيس هايبركواجيولابيلتي سببها من اشهر الحاجات بتاعتها حاجة اسمها ايه لوباس ايه انتي ايه كواجيلانت هنا هو اه يبقى انا عندي هنا بالنسبة للسيستيميك لوباس الستروماتوزيس الاعراض ايه متنوعة ومختلفة وبتتراوح ما بين اعراض جينرال كونستيشنل سيمتوم سكيل زي برولونجد فيفر لسايكاتريك مانيفستيشن ونيورولوجيكا المانيفستيشن لالوبيشي المسكينة دي لسكين راش في البطر ايه في لاي ايريا في الاسكين ده في الاسكين ده فيري كاركتريستيك ومهم لجنرالايز ليمفادي نوباسي وسبلين وميجالي وشوفنا الهارت كمان ممكن يبقى ايه افكتد ببريكاردايتس ومايوكاردايتس اللونج بلوريزي وبلوري افيوجيان وانترستيشن فالموري فيبروزيس ومن اشهر اشهر الحاجات في اللوباس اللي هي الكيدني يعني يمكن من اشهر حاجات لو انا افكر كده البرولونجد فيفر دي ممكن تحصل الاسكين بيجمنتاشر بوترفلاي ايريا ويه الكيدني دامج سواء اكيوت جولوميرونيفريتس او نفروتك سندروم او كرونيك ايه اه 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 ارثرالجيا ما تتنساش في هذا المرض من اشهر الحاجات اللي هي ايه ارثرالجيا دي ويه اه اه فاسكيلايتس ممكن تحصل ها في الفيسلز ولا ينسى وجود رومبوتيك تندنسي عندهم اه نتيجة ايه وجود حاجة اسمها اللوباس انتيكواجلنت اللي هو انتيكارديوليبن ايه انتي بودي انتيكارديوليبن انتي بودي هو ده اللوباس انتيكواجلنت اللي بيعمل ايه المشكلة كلها يبقى انا لو هبص على الرسمة قدامي انا عندي عيانة مش مجرد ايه ارترايتس وسمول جوينس في ذهان زي الروماطويل لا دي مور جينرال من فيفر لسايكاتريك مانيفستيشنز لالوبيشيا لراش في الباترفراي ايريا هنا هو لجنراليز ليمفادينوباثي والاسبلين ممكن يبقى انلارجت شوية البانكارديتس اللونج تتاخد بلوريزي ويفيوجن وفايبروزز واهم حاجة في السيستيميك لوباس ولا تنسى ايه الكيدني يا جماعة افكشن فيها وبرضا كنلاقي مشوية ارترالجيا زي الرسمة كده فاسكولايتس وايه هايبركواجيولابيليتي لو انا هبص على الاسبيشيال انفستيجيشن في المرض في مجموعة اشياء مشهورة قوي زي وجود الايه الانتي نيوكلير ايه انتي بودس دي الانتي نيوكلير انتي بودس دي بتبقى سينستيف جدا يعني يعني هي للعيانة ولكنها نوت سبيسيفيك ممكن تلاقيها في حالات كتيرة ايه في الروماتولجي انتي نيوكلير انتي بودس مقدرش يحلف ان دي لوباس ولكن معظم حالات لو لقيتها يعني يعني معظم حالات اللوباس تبقى موجودة معاها بس موجودة في حالات تانية غير السيستيميك لوباس فالانتي نيوكلير انتي بودس دي مهمة جدا very sensitive but not specific للمرأة مقدرش يحلف بيها اللي انا احلف بيه اكتر بقى اللي هو الايه اللي هي انتي دابل ستراندد ايه ايه دقي علاء دي اني ايه hare تفرق لان فيها حاجة اسمها انتي!」 ا conscient strength بنلاقيه في الرومية ممكن تلاقيه انتي single strand لكن هذه حاجة ايه كانت ت74 cole من تعمل hit تت تعلمين دي انتي إنيه العيه ايه الاغ opin list حاجاته فريقون العلاق ففيها انتي Linkedame د professora د دؤ basil في حاجة بقى خاصة في اللوباس اسمها antysm دي الموست سبيسيفيك يعني شايفين هنا دي الموست ايه سبيسيفيك دي دي جزء معين من نيوكلياس بتاع الخلايا من الدين ايه بتبقى اسمها اسم بتكون انتي اسم انتي بودز دي كاركتوريستيك جدا جدا للوب بس لو لقيتها اقدر احلف ان دي لوباس بس دي مش موجودة غير في 30% من الحالات يبقى انا عندي خلينا بقى ايه في الكلام الايه الاساسي ايه الكبير اللي هو الوجود الانتي نيوكلير انتي بودز دي كلمة الكل عاوز يسمحها ايه منك ها التاني حاجة وجود الانتي دابل ستراندد ايه دي ان ايه التالت حاجة وجود الانتي اسم ايه انتي ايه بودز دي طيب في ايه كمان غير الموضوع ده في الساعات بوزيتف في دي ار ال فاكرينه بتاع السيفلس ده ها وبوزيتف كوم تست هو اللي بيحصل في ايه انتي جنز موجودة وانتي بودز من الجنينة فممكن تلاقي حاجات كده ايه غريبة يعني منها الفي دي ار ال بتاع السيفلس هو عيانة ما عنداش سيفلس ولا غير وبس هو بيبقى بوزيتف لانه ده ايميون ايه ري اكشن اه الكوم تست ده بيدلل على وجود انتي بودز في البودي وممكن بان سايتوبينيا نتيجة الاسبلين يحصل ممكن يبدأ يكل في الخلايا او هي السيستيمي كلوبس نفسها تأثر على الماثر سيلز جوه البون مارو او تكسر في الخلايا برا زي ما قلنا ما عندهاش رحمة بتضرب في اي حاجة انتي دي انيه انتي بودز وبتضرب في اي شيء كدني فانكشن تست ممكن لقيها بردك ايه افكتد ايه عند هذه ايه العيانة والبلاد بيكتشر زي ما شرحنا فيه انتي كارديوليبين انتي بودي اللي هو اللوبس انتيكواجلان مش زيادة البروثرومبين تايم لا ما بيها زيادة البارشل ثرومبوبلاستين تايم انا اخدها في اليماتولوجي ها يعني ايه معنى الكلام ده بالتفصيل زيادة البارشل بي تي تي بارشل ثرومبوبلاستين تايم يبقى انا عندي مجموعة حاجات هنا هوت برضو ايه حطاني من اربعة كده اللي هي ايه نتيجة اللوبس واخد ضرب الخلايا الدم كيدني فونكشن تايم وازيادة البارشل ثرومبوبلاستين تايم او بي تي تي يبقى في اربع حاجات رئيسية عندي اللي هم انتي نيوكلر انتي بودي الاولاني ده وفي الايه اللي بعده انتي دابل ستراند الدي اني ايه انتي اس ام انتي بودز ومجموعة حاجات زي ما شفناها وبعض الكمبليكيشن زي زي زيادة البارشا ترمبو بلاستين ايه طايم في وجود الايه الانتي كارديوليبين او اللوباس انتيكو اجلا ده من المعلومات برضو المهمة في المرض ده ان لو حصل الكيدني بقت انفولفد يبدأ يقل السيروم ايه زي الاسبة كده كومبليمينت ليبلز يبقى انا عندي وجود هايبو كومبليمينتينيميا او نقص في السيروم ايه كومبليمينت ليبل ده يخليني اشك ايه في ان الكيدني بدأت تبقى انفولفد الكيدني بقع في السميك لوباس يكون سيوم كومبليمينت يعني جيد للايه لما هي الاسمية لما يستهل الكومبليمينت والسيروم ايه كومبليمتر عمله vid검ل نتيجة انه بيستهل الجامد ايه جوى تيتم voltsي breaking place في انه في الد7 فيبقى يقل في الدم فسيروم هايبو كومبليمينتنيميا او نقص كومبليمينت ليبل في الدكBeambulu دي خليني افكر ان الكيدني دي بدأت تبقى ايه افكتد يبقى انا عندي هنا هوت من بدايتها من الانتي ايه نيوكلير انتي بودز دي مهمة جدا انتي دابل ستراند دي ايه انتي اس ام انتي بودز يتحفظوا صم الحاجات ومجموعة اشياء اخرى زي ايه البارشال ثرومبوبلاستين تايم ونقص الكمبليمنت شوفناه في حالات الايه لو في كيدني افكشن طيب في خلية مشهورة جدا في الانفستيجيشن لو لقناها برضو دي من الحاجات الفيري كاركتريستيك لوباس اسمها ال اي سيل ايه اند في نومينا هنا هوت ال اي سيل وفي نومينا بتبقى عبارة عن نيوتروفيل انجالفينج نيوكلير متيديا يعني هنا هوت ايه نيوتروفيل ايه كده هوت جواها ايه نيوكلير ايه متيريال بتاكلها فدي كاركتريستيك جدا لل ايه للوباس تلاقي نيوتروفيل بتاكل نيوكلير متيريال دي عبارة عن ايه نيوكلياس ايه بتاعت خلية وفي انتيبودي ماسك فيه الدي ايه بتاعها ها النيوتروفيل تانجالف ده كله نيوكلير متيريال دي تلاقيها متاكلة جوا ايه النيوتروفيلز اسمها ال ايه سيل افتكروا من لوباس ريسروماتوس ايه سيل ال ايه سيل اهيه يبقى انا عندي كاينفستيجياشنز عندي من فوق كده على الشمال اخدنا الانتي نيوكلير انتيبودي اخدنا الانتي دابل ستراندد دي ايه كلها حاجات دي ايه يعني لو ده اخد بالنا انتي او انتي دي ايه انتي اسم انتيبوديس دي فيري سبيسيفيك لللوباس بس مش نلاقيها في كل حاجة هنلاقي مور انتي دابل ستراندد دي ايه ايه ومجموعة اختبارات تانية زي ما شوفنا البرشر ترومبو بلاستين طيام ممكن يبقى زايد في اللوباس انتيكو اجلاند اه وكيدني فانكشنز نعملها ومن الحاجات اللطيفة قوي ان احنا لو لقينا النقص في السيرام كومبليمت نفكر في ايه في ايه في رينال افكشن او بمعنى اخر في وجود الرينال افكشن السيرام كومبليمت ليفلز بتبقى ايه واطية واللي هي بيسموه هايبو كومبليمتنينيم يعني هي بتستهلك في التشوز وأخيرا كإنفستيجيشن أخذنا اللي إيه سلة اللي هي نيوتروفيل بتإنجلف أو بتاكل النيوكليار ماتيريال نحاوزكوا بصوا كده على الرسمة وأنواع الانتيبودز المختلفة من انتي دابل استراند وانتي نيوكليار زيادة ممكن نلاقيها كيدني فانكشنز نعملها سيرام هايبو كومبليمينتينيميا لو كيدني تيشو امفولفد أو التاخد وإلي إيه سل وإيه فينومنا كعلاج لعيانة اللوبس بقى خلينا إيه ندخل في العلاج شوفوا هي فيه أسس لإيه لعلاج حالات اللوبس اللي هي إيه في حالات الأرثرايتس هاي دي ندي إيه نونسترويدر أنتي انفلاماتري دراجز أو سلولي أكتنج أنتي روماتوي دراجز لو تفكتروها لإيه كلوروكين ديبنيسلمين الجولد ثيرابي كل دي سلولي أكتنج أنتي روماتوي دراجز جيبنا سلتها إيه في الروماتوي دراجز فيبقى أنا عندي علاج الأرثرايتس البسيطة بنيدي في حالات اللوبس نديها إيه ودي كومون يعني بنلاقيها كومون بس مش إيه أساس المرض بنيدي نونسترويدر أنتي انفلاماتري وبنيدي إيه سلولي أكتنج أنتي روماتوي دراجز لو عندي مدرد ديزيز أكتيفتي نعمل إيه ولو عندي سيفير ديزيز أكتيفتي نعمل إيه لو مدرد أكتيفتي بندي شوية إيه لو دوز كورتيكوستيرويد يعني على أساس إيه نسابرس الإيميون إنفلاميشن اللي ما سيكيدي إن إيه بتاع الخلايا كلها لو سيفير أكيوت إيجزا سيربيشن الست بقى بتفايص والعملية إيه في فيفر ورياكشن جامد إيجزا سيربيشن السكين كله راش وبوترفراي إريا من نوعها مليانة راش كل ده يخلينا نفكر لو في أكيوت إيه سيفير إيجزا سيربيشن ندي ميثايل برونزولون بلس ثرابي يعني مش لو دوز بقى استيرويد هدي بلس ثرابي بلس ثرابي ميثايل بردنيزولون أمبول بيتاخد ده بلس ثرابي جلوكوكورتكويد بيسبرس الإنفلاميشن بدرجة مرعبة وممكن يحمي العينة دي بنبلاؤ كتير فيبقى أنا عندي بادئة أن تبدأ بالنسبة لعلاج العينة عندي لو في شوية أرثرايتس بسيطة بنيدي إيه النونستيرويد الانتي انفلاماتري دراجس والسلولي أكتين لو في مدرد ديزيز بنيدي إيه في المدرد ديزيز اكتيفتي اتفقنا ندي لو دوز كورتيكوستيرويز لو أنا عندي سيفير أكيوت إكسسيربيشن ها ده أنا أفكر في إيه مثال بردنيزولون بلس ثرابي بيك دوز مثال بردنيزولون أمبول دي تسبرس الإنفلاماتري اللي حاصل دول أشعر ثلاث حاجات في مجموعة تانية من الحاجات بقى إن يا ترى لو كيدني أفكشن أنا هعمل إيه؟ يعني لو كيدني دي أنا خاء بدأت بقى فيك وبدأت إيه تتأثر من أحسن الحاجات اللي ندي إنترميتنت لو دوز سايكلو فوسفامايد أورال بيتقى لو دوز كده هوت إنترميتنت يعني ما بقى ما هوش إيه يعني على طول ده إنترميتنت كده كل شوية ده ممكن يبريزيرف الكيدني فونكشن يعني لو إنت حسيت العيانة الكيدني بدأت تتأثر ممكن تدي إيه؟ إنترميتنت لو دوز سايكلو فوسفامايد ده والبراين بدأ يتأثر ودي مصيبة سودة حاجة اسمها لوبا السيربراي ممكن تدخل فيها العيانة الله لن أنسى يعني حالة مرة يعني في مصر عيني أنا فاكر كانت يعني ماتت قدامنا من اللوبا السيربراي كانت حاجة صعبة وتلاقي إجزاجوريشن لكل المانيفستيشنز الفيفر وديليريام رهيب جدا العيانة كاركترستيكالي بيبع عندها سيفير دليريام في اللوبا السيربراي البراين سيلز نفسها انفليم ده كان يمكن بتبقى ازاي الحقيقة إنقاذ عمر العيانة دي كان ممكن يتبقى انترا فينا السايكلو فوسفامايد اللي هو ده لو تشخصت صح عيانة لوباس دخلت في سيفير دليريام وفيفر وكونفولجنز وبدأت العملية تتشخص خلاص دي لوبا السيربراي لازم نفكر في انترا فينا السايكلو فوسفامايد يعني بنقلب على الانترا فيناس ودي ممكن ايه تنقذ ايه حياة العيانة دي يبقى انا عندي لو هبص كده هلاقي ان هو السايكلو فوسفامايد انترميتنت لو دوز لو القضية كانت ايه في الكيدني واخدناه في اللوباس سيربراي بيتاخد ايه انترا فينا السايكلو فوسفامايد ده بقى شغل انتنسف كير يعني لانت لو باس سيربراي دي مش لعب عيال يعني تدخل في سيفير دليريام وراش وفيفر وبتبقى متبهدلة جدا الحالة من السيستيميك لو باس بالنسبة لوجود ثرومبوتك تندنسي يعني نفترض ديب فيناس ثرومبوزيس كده نتيبة اللوباس انتكواجلانت وكده بايه بنيدي انتكواجلانت زي الوارفارين مثلا لو كان فيه كواجلوبيس هو الفرق ايه يا جماعة ثرومبوتك تندنسي تبقى في الفينز كواجلوبيسي في الارترس نفسها فطبعا فيه فرق كبير جدا يعني واحدة ديب فيناس ثرومبوزيس والتاني بتسد وتعمل جانجرين كواجلوبيسي وجانجرين والقصة دي كلها مهمة او دي انديكيشن لاستخدام البلازما فاريسيز بلاس ايميونو سابريسي في دراجز قوية بلازما فاريسيز نعملية بنفصل فيها الانتيبوديس دي خالص من البلاد من البلازما بننضف البلازما يعني منها ونرجع البلازما تاني نضيفها من غير الانتيبوديس فدي ان يكون حاصل ثرومبوزيس او كواجلوبيسي عملت سد في البلاد فيسلز دي دي ساست مرعبة يعني طبعا تصور انت الايه كورونا رباء ولا السريبرار فيسلز ولا في المسنتريك فيسلز اوكلوجين من الثرومبوتيك تندنسي حاجة مرعبة كواجلوبيسي اتنيسي ستاتس عملية بلازما فاريسيز تنضيف للبلازما من الانتيبوديس ومعها اميونو ايه سبريسيف ايه دراجز زي هنا الرسمة انا عندي كتريتمنت العيانة العملية بيزيكالي لو في شوية ارثريتس بنمشي ايه نون استيرويدال او سلولي اكتن انتي رماطوري دراجز اللي هو الجول دي بنيسلامين الكلوروكين احيانا اه لو عندي مودر الدزيز اكتيفتي قولنا ندي ايه لو دوز ايه كورتيكوستيرويد لو سيفير واكيوت ايجزا سيرباشن بنيدي ايه ها ميثايل بريدنزولون بولس تيرابي سابريس ايه جلوكو كورتيكودي سابريس الانفلاميشن اللي حصل الجامد ده لو انا عاوز احمي الكيدني فانكشنز ها ادي انترميتنت لو دوز سايكلوفوسفامايت لو انا الست دي دخلت في لوباس سيربراي وديليريوم جامد جدا وبتموت ده انترابينوس سايكلوفوسفامايت مش بقى انترميتنت لو دوز زي الكيدني عشان احميها لا لا ده ده لازم انترابينوس سايكلوفوسفامايت اتدخل سرومبوتك تندنسي على حسب لو هي في الفين زي دي في فينا سرومبوسيس بنيدي وارفارين وأنتي كواجلانت يعني لو هي العملية كواجلوباسي دي مشكلة كبيرة قوي 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 لأنها ممكن تسد الأرثرز والمين فاسلز مأساة يعني محتاجين لها ايه لو حصلت بلازما فاريسز تنضيف البلازم الأنتيبوتز ومعها ايه اميونو سبريسيف ايه دراجز زي ما مكتوب قدامكم كده اخر حاجة هنا لازم نفتكيرها ونعرفها اللي هي لو في بريسبيتاتينج فاكس لازم ناخد بالنا العيانة افويت ديم يعني مثلا قولنا العيانة اللوباس دي مش محبز لها ابدا تتعرض لالترا فيوليت ريس مفيش داعة تروح على البيتش يعني وتقعد ترقود قدام الشمس الدراجز اللي بتتاخد اللي هي بتزودها فيه أدوية معاينة بتبريستات اللوباس ممكن ايه نمنحها اللي اخدنا الاين اتش هيدرالزين وبروكينامايد الاسترس الجامد قوي عيانة اللوباس من العيانات اللوانس دخلت في استرس الايميون سيستم بيبدأ يتجننه وكمان ممكن ايه تفلت وتقلب لك بإجزاستروباشن فمقام بقاو انها تبقى لاس استرس لايف بمعنى ايه براكتيكالي ممكن يقولك العيانة دي تحاول تاخد ناب ساعتين كل يوم زائد التمن ساعات على الاقل تقنم لها عشر ساعات عشان ايه الايميون سيستم ايه ما يبقاش متجنن ما بش فيه استرس عليه جامد الاستروجين طبعا العيانة دي مش محبز لها انها تاخد ايه الحاجات اللي هي اللي فيها استرس زي حبوب منع الحمل وكده اللي فيها ده ممكن تيجزاستربيت ايه الموضوع وتزوده جامد قوي تعمل ايه للسيمتومز فيبقى انا عندي كتريتمنت لعيانة اللوبس عندي والله لو فيه ارترايتس بسيطة اتفقنا بنعمل ايه بنيدي نان استيرويدال ويه سلولي اكتج انتروماتويد لو فيه مدر الدزيز اكتيفتي ها بندي ايه لو دوز كورتيكوستيرويد لو سيفير و اكيوت اكسيرباشن انترافينس ميثايل بردنزولون بلس تيرابي لو عشان تبريزير في الكيدني فانشنز ها ادينا انترميتنت لو دوز ايه سايكلو فوسفامايد لو عشان فيه لوبس سيربراي وديليريا مجامد والعيانة هتدي انترافينس سايكلو فوسفامايد في السرومبوتك تندنسي بنيدي انتيكواجلن زي الوارفارين لو فيه كواجيولوباسي في الارتريز نفسها بقى بتتسد ودي كارثة بنحتاج بلازما فاريسيز ويميونو سابريسيف دراجز طبعا خد بالك افويد البرستاتينج فاكتورز الالترافيني المعينة اللي ممكن تزودها الاسترس والاستروجين دي مأساة برضو ممكن يزود لي ايه كل فاكس ...... فباختصار شديد موضوع المجموضوع ان challenge الوعدة لميز صغير طول عن المخطط موضوع مهم جدا التفاقية بالشعر blog بأنواح حال مختلفة اللي شفناها. هذا المرض لو انا عاوز ابص بصة سريعة كده عليه كان الديفينيشن بتاعه ده انفلاماتري اوتو اميون ديس اوردر واخده مالتي سيستم اخدنا في هذا المرض كايتيولوجي محدش عارف ليه ولكن في لازم يقولوا الاولترا فيلي تريز الاستروجين بعض الادوية بتريجر اوتو اميون ري اكشن وقلنا الدراج انديوز دي بيبقى معها والانتيهيستان انتيبودوز وضو بالكو احنا اخدنا نوع انتيبودوز في الانتي مطلس دال الآحية The Anti-Neu وانتي دول قبل انتيو كواجل吃 الانتيهيستان الانتي가는 الافرآناتريби ا Ble игр اخدنا الانتيكارديوليبين انتيبودي اللي هو انتيكواجلنت الي بيعمل معها ثرومبوزس اخدنا انتهيستان انتيبودوز وانتي ريه وبطاق معها الضوز سيستاء الافرآناتريدي والحلوصلة واحدة لitez لذلك سوف نجمعها في حصة الآخر في روماتولوجيا عيانة اللوباس لديها أشياء من أشياء في كل التشوز تقريبا من البرين والسيني اس للهارت واللونغز والكيدنيس والأرثرالجيا واللينف نوزك والأجيولوباثي والألوبيشيا انا رسم جايب واحدة بشعر اينا عشان تفتكروا انها ممكن تفقده ويحصل الله ايه الوبيشيا الانفستيجيشنز عندي اتفقنا الانتي نيوكل انتي بودز انتي دابل ستراندي انتي اس ام انتي بودز وممكن تلاقي مع اللوباس انتيكواجلان زيادة في البارشير ثرومبو بلاستين تايم مشي البرو ثرومبين تايم بكررها تاني البيتي تي اوكي عشان بس ايه ما يحصلش خطأ وانا هنشرحها ان شاء الله في الهيماتولوجي بإذن الله الكيدني افكشن مشهور قوي معاها هيبو كومبليمتينيميا لانه اللي بيحصل كونسامشن للكومبليمت في الكيدني تيشو وما ننساش اللي ايه سيل وفينامنا اللي هي نيوتروفيل انجالفينج اللي ايه النيوكليار ماتيريال واخدنا في العلاج انواع مختلفة من سيمبل ارثريتس كده بندي عنان استيرويدا او ستلولي اكتن انتيروماتويد لمودر الدزيز اكتيفتي بنحتاج ايه اه 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 الكورتيكوستيرويدز لامة سيفير اكتيفتي ما تبقاش بقى اورل بنقرب على انترافينس ميثايل بردينزولون بولس سيرابي اخدنا السيكليفوسومايد انترميتنت لو دوز نحمل كيدني من الدمج واخدنا انترافينة السيكليفوسومايد في حالات اللوبس سيربراي ووارفارينك انتجواجلانس لو بيجي لها ديفيتي او ثرومبوزيس او بالمونري وممكن في حالات الكواجيولوباثي اعمل ايه اللي هي في الارتريس بقى الارتريوس دي بقى مأساب نحتاج بلازما فاريسز اميونو سبريسيف دراجز ولا ينسى افويد الايه البرسيبتاتينج فاكتورز وبكده بنبقى ايه خلصنا موضوع السيستيميك لوبس والى اللقاء ان شاء الله مع موضوع اخر قريبا باذن الله